كيف حال المشاهدين اهلا بكم في قناة حكيم اليوم عندنا الحلقة رقم خمسة من السلسلة التي استثمرنا فيها الف دولار في عملة اسمها ريف حبينا نجرب مجال التداول ده نشوف ايه حكايته كنوع من التجربة وانا شايف الجراف بدأ يطلع طبعا النهار ده اليوم اربعتاشر خمسة الفين واحد وعشرين هنتبع مع بعض اين وصل قيمة العملة هل حققنا مربح ولا تلعنا بخصارة اتمنى تكونوا تمام طبعا مع العيد اكيد بتاكلوا الكنافة والقطايف وكحك العيد والغريبة والحلويات الشامية صح طيب اهو احنا بدأنا بالف دولار يوم عشرة والان احنا في يوم اربعتاشر طبعا زي ما انتم شايفين المبلغ مرة بيزيد مرة بيقل انا بما انه سحبت تلتمية عشان اضمن المربح وخليت الباقي خلينا نبدأ انه معانا تلتمية زائد ونشوف الان بقى ما عندنا كم هنطلع على الوفر فيو بتاعي وهنيجي هنا على العملة ريف ونعمل اوبن سبعمية تسعة وربعين حلو يعني زدنا تقريبا تسعة وربعين خلينا نكتبها هنا طبعا التلتمية دي زي ما انتم شايفين احنا سحبناها اول ما اطلعت العملة وقلنا نخلي الباقي كتبنا هنا سبعمية تسعة وربعين يعني الحمد لله دخلنا في المربح حلو يبقى التوتال كان الف وتسعة وربعين هو ده اللي احنا توصلنا له الان بعد كم يوم خمس ايام تقريبا بالانتظار طبعا المجال ده عايزنا بتاعد تصبر بقى في ناس عندهم يعني بيفضلوا مستحملين الى الف سنة وبعدين بقى يبصوا بصة خفيفة يشوفوا كسبوا كامل انا مش من نوع ده انا على طول اول يا زلمي اول ما نشوف القرش على طول نسحابه يا اخي ازبر شوية طيب خليه يعلى يمكن يعلى ثم اندم حط القيمة بتاعت العملة في هذه اللحظة طيب الف تسعة وربعين انا حاسس ان العملة يريف دي هتطلع الصراحة الله اعلم الا لو حصلت مصيبة اخرى زي اللي عملها لما نزل كل السوق طبعا لو بصيت على السوق الان خلاص بدأ يطلع واحدة واحدة الحمد لله مع انه لسه بطلع في اخسارة بعملات اخرى يعني لسه بطلع باخسارة في اللايت كوين ده فشخني صراحة اللايت كوين كان دايما بيطلع اول ما انا استثمرت فيه ما بيطلعش سبحان الله طيب عملة ريف لو دخلت عليها بقى اللي احنا مستثمرين فيها لو دخلت على الريف في التويتر هيقولك ريف is excited to share an overview of April بيقولك الحاجات اللي عملوه في April والشركة بتتوسع وبتعمل صفقات وبتعمل partnerships this month we witnessed refinance reach 100k followers بعدها followers ميت الف في تويتر we also had multiple partnerships كان عندهم partnerships مع leading projects يعني العملة بتتوسع المفروض لو كل حاجة ماشت تمام نطلع علينا بقرشين نعوض الخسارة اللي انا طلعت فيها في العملات الاخرى انا اصلا لسه باخسارة لستوا بمربحة يعني احنا ندخلين بالف والان وصلوا الف تسعة واربعين هذا كويس تسعة واربعين دولار سيسأل السائل ما تسحى بحكيم اقولك لا لو سحبت الحلقة هتنتهي ياهولا ثانيا انا اتوقع انه فيه ابجريد للريف ده الشهر ده العملة هتطلع اكتر واكتر بازن الله ادرأ باللايك ادعمني بلايك بسيط هنشوف غدا ان شاء الله هيوصل لكام ونلتقي في حلقة اخرى الى اللقاء